قواتي اللي انا بحبوهم بصوا تقريبا ممكن تستغربوا الفيديو ده بس حرفيا يعني يعتبر ده اول فيديو هنصوروا لبيس لحد ما نشوف قصة فيفا يعني عارفين ده اول فيديو انا عارف ان كل اغلب ايه ده الجمهور بتاعك كله حرفين بيلعب فيفا ففكرة انتوا تشوفوني اصلا وانا بالعب بيس ده هتكون حاجة غريبة بس احنا نجرب مع بعض انا عارف ان الديني هتوع اكتر ما يواعع بس اشتا احنا هنخلي الامر لله هنجرب مع بعض هنشوف الدنيا بقى ترسي على ايه اه يعني بصوا هنروق ايه الكلام احنا هنروق الكلام هنلعب هنجرب بيس هنجرب بيس هنشوف بيس هنشوف دينيتها ايه هنشوف ايه الفرق بينها وبين فيفا ايه الحلويات اللي بينها وبين فيفا يعني انا نهار ده هكلمكم هنتكلم مع بعض وهنجرب النهار ده مع بعض انا ودينا هو بصور الفيديو مش عارف عارفين اللي هو ايه انا خليت اللعبة اعلى بستين فريم عارفيا مش عارف هل هل في التصوير الدنيا هتزبط ولا ايه انا دلوقتي هفاهمكم حوار الديفجينات هفاهمكم كل حاج كده نبدأ مع بعض حتى من اللابة دي من الاول من البداية خالص. تمام? دي التبديلات بتاعتي دي التبديلات بتاعتي بصة انا هتكلم كانوكم متعرفوش بيس اصلا. فدي التبديلات بتاعتي ودي بتاع ده. وانا كمان معرفش. يعني احنا حتى هنتعلمها سواء. دي التبديلات بتاعتي وتعالوا نخش متشايا. انا مخلي اللعبة بقى اعلى جرافيك. اول فيديو بس مخليه بقى اعلى جرافيك. بجرب التصوير بشوف الدنيا فيها ايه? وانا هتكلم معكم دلوقتي ايه الفرق بين بيس وفيفا بشكل عام? وايه الحلو هنا? احلى من فيفا من وجهة نظري بشكل عام. هقول لكم ايه اللي احلى من فيفا? بشكل عام اللي احلى من فيفا هنا الاحداث. يعني انت هناك في فيفا انت بتتعف في الحدث عشان الخطر تجيب لعب. انما انت هنا لأ انت هنا ممكن تجيب لعب خارج ويفضل معك العمر كله. انما هناك انت بتجيب اللعب الخارج تتعب فيه عشان تجيبه بعد كده الحدث ينزل تنزل لعبة تانية احسن منه تنزل لعبة تانية افضل منه. بصوا اشرح لكم حوار الاسهم ده بشكل عام. يعني انا دلوقتي حوار الاسهم ده سيه هرناندس السامي بتاعه لتحته فده معنا ان هو مش هيكون افضل حاجة. يعني مش هيكون افضل حاجة. فانا هاضطر احط اه 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 اللعب هو كده كويس. كده لحد ما كويس. بس انا ممكن هنزل هالاند بكانه ساهمه التانية مرتفع فهحس ان هو افضل. طبعا التشكيلة بتاعتي مش افضل حاجة ثانية واحدة كده انا هشوف ميسي اه ميسي انظامه. ما انا هحط ميسي بكان جريزمان افضل. هحط ميسي بكان جريزمان افضل. بس. وآه تعالوا نشوف التشكيلة بتاعته لددنا. عنده محمد صلاح وعنده مبابي. وآه يلا بنلعب. واحنا بنلعب اكلمكم برضو عن الفروق اللي بين فيفا وبين بيس. الجيم بلاي بتاع بتاع بيس. آآ فيه 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 شوتات فيه بساطة. شايفين جرافيك اعلى حاجة وانا قطيت الصوت على اقل حاجة عشان خاطر تسمعوني يعني يفهمين انا قطيت صوت اللعبة يعني فرغم اتطمن ان انتوا سمعين صوتي انا بس. واحنا بنجرب. وانتوا عارفين ازاي انا يست من فيفا بجد. وقولوا في الكومنتات يعني اقولوا رايوك وكده كده احنا مع بعض وكده كده بنبدأ مع بعض وكده كده هنكمل مع بعض. انا بس بصور بقى على جرافيك النهاردة بس مش عارف بكرة اصور بيه ولا لا شوف الموبايلة يسخن ولا لا شوف انتوا هتتقبلوا اصلا الموضوع ولا ايه الدنيا ولا ولا في حد هيصالحني على فيفا ولا يعني فهمين? اقولوا لي. اقولوا لي تحت. بصوا اللعبة هنا بيعتمد على تيكي تاكا. يعني حرفيا تيكي تاكا. فالدفاع فيها اسهل بكتير خالص من فيفا. يعني الدفاع بتاع فيفا انا بحسه صعب. انت لازم تكون لعيب جامد عشان تدافع. انما هنا انت تضغطه بس تلاقي نفسك بالدافع عادي بسهولة. فمن انت تدوص على زرار الضغط بس لقى اللعب بيدافع لوحده. اصلا اللعب الواحدة متمركزة بتلاقيهم باغلب الوقت بيدافع لوحدهم. مبدئيا ان انا حاسس ان انا مش عارف العب بالجرافيك عيني بصراحة. يعني انا حاسس جرافيك. اول هدف. اول هدف او معاكم يا جدعان. اول هدف. بصوا دي الحلويات. انا بلعبها بقى لي فترة عشان خاطر اه يقست من فيفا ومش بقول كده. بس كنت بلعبها بقى لي فترة على ما تتزبط. تمام? اه اللعب هنا معتمدة معتمدة على تيكي تاكا. مبدئيا انا عايز اقول لك على حاجة. هنا مفيش احداث. يعني هنا مفيش مهمات تلعبها بقى كل يوم وتجول مؤرف ده. لا مفيش الكلام ده. وهنا فاهم تجيب اللعيبة. فاهم تقعد معاك العمر كله. مفيش حاجة اسمها السيزن ينتهي واللعيبة تضيع والجو ده. لا مفيش الكلام ده خالص هنا. ايه ده? هيجيب هدف واللايب. يجيب مش مشكلة. يجيب. جاب عرضية حلوة قوي. فمبدائيا ما فيش الكلام ده هنا. ما فيش ما فيش الجو ده. ما فيش الحوارات دي كلها. لا انت بتجيب اللعب بيفضل معاك العمر كله بتطوره. بيفضل معاك العمر كله بتفضل تلعب به. تفضل تستمتع به. ما بتلاقيش حاجة اسمها بازت. ما ما فيش سوق. ما فيش سوق. فتلاقي اللعبة بضبوز او حاجة زي كده. فيه شوتة باور فيه. الدفاع ما بيفضلش واقف مكانه محلك سر. الدفاع ما بيفضلش مكانه وساكت. اللعبة ما فيش حاجة فيها اسمها سكريبت. لا ما فيش حاجة فيها اسمها سكريبت. بصوا دي شوطة الباور. دي شوطة الباور في بيس انا بحبها فشخ. فاهم اللي هو قوية جدا. بلع يعني فاهم انا بلع بالله بقى حرفين بقى لي شهر. بقى لي شهر بقى بالله بقى كويس. من ساعة ما اتبضنت من الفيفا. واتبضنت من الاستريم بسبب بسبب مشاكل كتير كده بتحصل في الصفحة وان انا الناس مدعية عليها اللي انا شغال معهم وبفكر اعمل صفحة نفسي بس عارفين متوتر وانا نفسي مؤثر مع نفسي في الشغل ومؤثر في كل حاجة. فانا نفسي نفسي اتوحشة وبتاع. بس فبشكل عام بلعب بقى لي شهر بص وجيبت العيبة عاملة ازاي كده. يعني جايب 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 تشكيلة خارقة. من الاخر كده. تمام? بس انا بشكل عام زي ما بقولوكم كده حاس ان انا مش انا مش لعيف فيها. هتفشخ دلوقتي. هتفشخ. هتفشخ. بس عاش لي. عاش لي. احنا نهارا بنتعرف واضينا هنتعلم مع بعض اللعبة. واللي عايز يلعب اللعبة يقول لي. واللي عايز يلعبها جنبي فيفا يقول لي. يعني فهم يا احنا مع بعض. واتمنى حد يصالحنا على فيفا. يعني انا بسدهوني انا مش عايز يصالحنا عليها كده عشان انزعل منها. يعني انت شفت اخر فيديو والدنيا عاملة ازاي. بجد. عايز حد يصالحنا عليها بجد عشان انا حاسنا نفسي. يعني انا هنا خسرا. عارف حاسنا أنا خسران مبسوط. أنا بلعب. فاهم أني بلعب. فاهم أني أنا بتعلم اللعبة. وباخسر عادي. فاهم اني وهو في ايه ولا في أي مشاكل ولا أي حاجة. وقد إدني اشطى. يا عم يخلص يا عم شايفين؟ وفي الوقت الودي عمل مني بطاطس. الوقت بصراحة ربنا عمل مني بطاطس. بس فانا الموبايل بتاع لو الموبايل بتاعنا تبطت يباني أنه هو سلس. يباني أنه هو سلس! بس عارفين السخونة بيت كلب. بس انا مش لعيف بيس بس هنتعلم مع بعض هنتعلم مع بعض اقول لكم اللي تعلمته وانتو تقولولي ايه اللي انتو متعلمينه في بيس وهكذا فهمين اللي هو دينية تتروق دينية تتروق دينية تتروق عشان رحت خلاص جاء جاء شربت الكاس لاخري من فيفا بجت وما بحبش اغلط فيها يعني انا ما بحبش اغلط في لعبة كان لها فضل علي ان هي مثلا تعرفني مجموعة اخوات في حرفنا انا مش عارف اكسب زي يوم طول حياتي انا عارفان بفتح له الدفاع او حاجة زي كده او الود الود عمل منه بطاطس بجد يا طرح نعود طرح نعود انا اكتر حاجة بحبها في اللعبة دي ان انا كل يوم مش مش حاطي الدماغي في ضغط ان انا اعمل مهمات عشان في الاخر اجيب لاعب السلفر كله جايبه فبيعه باتنين تلاتة مليون فاهم اللعب السلفر كله جايبه فمعرفش ابيعه ولو بيعته ابيعه برخص التراب وحتى فلوس اللي ابيعه بيها مش عارف اجيب بها مين فاضطر الالعب بيه وانا اساسا مش محتاجه يعني فهمين دي اكتر حاجة بحبها في اللعبة ايه طيب ايه طيب يعني احنا جبنا اول هدف بعد كده الوقت يبلعنا بس ما بدايين فكرة التصوير بجرافيك عالي دي لعب فكرة سيئة بصراحة مش اقرارها تاني لان انا حاس ان انا مش عارف االعب بالموبايل سخن والدنيا ضائعة مثلا انا حابين ننزل من ننزل كريستيان رونالدو بس خلينا نلعب بدول شوية وبعد كده نبقى نغير يعني انا بقول لكم التشكيلة بتاعتي حرفيا 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 والله ما بأغذر اقولوا اللي عبا بقى لي شهر بص عمال تشكيلة عاملة ازاي والتشكيلة دي هتفضل مع العمر كله ومش محتاج كلهم لعب مهمات عشان خطر تتعمل كده حلوة 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 يلا يا هلند حلوة عاش عاش مبدأين كده انا بصور لكم بقى على جرافيك يعني كاول فيديو بس بعد كده لو مع بعضينا في بيس لا مش هنكمل كده بس حلوة حلوة هلند بس لو كنت يعني حواتي بيها شوية وبضربت هتدينا تبقى حلوة والطف بس بشكل عام عارفين عارفين دلوقع عارفوا انا خسران في بيس مش زعلان يعني من جوايا مثلا مش مش متدايق لا مستمتعنا الواد عمل عليك كام هاجمة حبتهم اللي هو اللي هو اللي هو انا هجيلي يوم هعمل الحاجات الحلوة اللي الواد بيعملها الدفاع فيها بصوا 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 الدفاع متمركز ازاي خط النص بيدافى حتى خط النص حتى خط النص بيدافى ما بدايا الواد مجوين دا انا عايز اغيرو انا عايز اغيرو بالواد اوبلك او بالواد canut перекortua انا معايا كortua ومتورر الياخر كortua اطول فافضل فانا كل ما عاوز اغيرو بانسى كل ما عاوز اغيرو من التشكيلة بانسى والله despontote وبصوا بصوا دعمونه يعني حتى لو مش بتحب بيس ادعمني عشان انا فعلاً محتاج الدعم والله اول مرة اقول كده كانت انا محتاج الدعم. الود الجامد باوي الرغم وليعبه حلو يا اخمريح الفيديو عليم من المعرفة الاشتراكي جامد بالأهلاً بليراً conformément من اعلان كل دي هتعلمه ومع الوقت انatti هتوه ويلعب Lemon فاهمين? فاللي هو انا هتعلم. هتعلم عشان تشوفوا جنبي ليه حلو. تشوفوا جنبي ليه جامد ما هتشوفونيش برضو انا بالشكل الجليل ده. بس اشتر. سانا مابسوطة جدا والله اللعبة اللعبة بص ايه يا مباب? ايه يا هلد? طب انا عايز اغير. بصوا لما اتعوز اللعبة برضو فيها حاجة حلوة قوي انا غير بيس غير فيفة ولا ايه? ان هي ايه? انت انت ممكن تغير التشكيلة. التشكيلة بتاعتك اصلا وانت وانت بتلعب. وانت بتاعي حواريكم دلوقتي لما لما عسنا دوس دلوقتي بوز. دوس زرار البوز اللي هو انا عايز اغير اللعبة. حواريكم ان انت تقدر تغير التشكيلة كلها اصلا غير ان الماتش بتاعها طويل وحلو. اه تغير التشكيلة بتاعتك كلها اصلا من اه من وانت بتلعب. فهم ان لو انت مش محتاج مش محتاج تتغيرها قبل الماتشو تجود. الا انت ممكن تغيرها في الماتش نفسه. انت متحكم متحكم كامل. انت متحكم حرفين كامل. عايز اجيب هدف تاني. يعني نفس اجيب هدف تاني. عايز اجيب هدف تاني. مش 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 حتى مش معارف ان انا مستقلش التعادل بس عايز اجيب هدف تاني. ووف ووف حلوة. حلوة رفع الرفعات فيها برضو جامدة. حلوة بس مش مضمونة. هنا هنا بقى مش هي رفع بقى والجو ده. وهنا مش مش هي ارتو مزبوطة بقى لا. هنا هنا لا لازم تتعب عشان تجيب الهدف. اه ومش تتعب بتاعب عادي. لا ده انت تكتيك وحوارات وتكتاكة كده. لازم بتاكتبها مزبوطة. يعني شايفين الوضع اللي ده دي بيستنى عشان يباصي ويعمل. انا اديني بصراحة بتاعتي بطاطة. ده في نفس في نفس الوقت عارفين اللي هو ايه ما فيش حاجة اسمها بج البنك. هنا هنا اللعبة حلوة فيها انك انت بيخضر لك النت قبل ما تدخل. يعني بيقول لك النت هيكون ضعيف في الماتش ده. فعايز تدخلوا دخلوا مش عايز تدخلوا ما تدخلوش. فحرفيا دي حاجة انا احترمتها في لعبة كورة. حاجة انا احترمتها بشكل وخصوصا عشان خصوصا اللي بيعاني مع فيفا عارف المشكلة دي وعارف قديوة بتضايق لا بيسمى فيهاش الكلام ده. بيسمى فيهاش الكلام ده. بيسمى فيهاش واحد ثلاثة. كويس ان انا جبت الهدف الاولاني واتمسح بها البلات. بس كان نفسي اقوليكم ان انت فعلا في الماتش بتغير في الماتش نفسه انت فيه بتغير الفورمات. انتوا فاهمين? انا هوريكم الفورمات دلوقتي عشان ابيلوكم ناص دي. انا اشتقى قريبا شكلي اه خسرت كله بس ماشي. تمام شكرا. طيب بص تعال وعريكم تعال وعريكم بتغير الفورمات ازاي? انت بتخش على ده. لا مش مانجر. خلي المانجر زي ما هو. انت بتدوس على هنا. انت بتغير كده. بتغير كده وانت بتلعب في الماتش. انتوا فاهمين الجمال. فاهمين حلوة عايزة اغير بس لها الحارس ابني اللزينة ده عشان انا مش عاجبني. وحط بكانوا آآ كورتوا. وهنبقى نجرب بقى ونبقى نزبط الدنيا. في الماتشات اللي جاية. ده الاكاونت بتاعي. ابعتولي ويقولولي النظام ويراويوكم في اللعبة بشكل عام. وهراوي على بعض اكتر بعدين. سلام عليكم رجالة.